أول ترند معينا النهاردة هو ترند شغل الوطن العربي والعالم مش مصر بس وهو قصة الطفل المغربي رايان اللي عمره خمس سنوات واللي وقع في حفرة شبه البير عمقه تحت الأرض 32 متر رايان قاعد محبوس تحت الأرض حوالي خمس أيام وتحديدا من يوم الثلاث اللي فات طبعا الدنيا كلها كانت بتابع البث المباشر لعملات الإنقاذ وناس كتير قوي كانت قاعدة متابعة اللي بيحصل وعايزين يعرفوا باستمرار هو رايان لسه عايش ولا لا وكان من المواقف اللي كل الناس اهتمت بيها أثناء عملية محاولة إنقاذ رايان موقف لما الكاميرا المتحركة اللي دخلت جوه الحفرة بيانت انه بيحرك دراعه وانه لسه عايش طبعا رجال الإنقاذ عملوا مجهودات خرافية عشان يقدروا يخرجوا رايان حاي وبعد شوية عمليات توسيع للحفرة قدروا انهما يدخلوا ليه أكف بس في البداية ما كانش أي حاجة منه الموضوع كان درامي جدا لدرجة أن في يوم الجمعة اللي فات واللي كان رابع يوم في عمليات محاولة الإنقاذ وقفوا الحفرة بالمعدات لأن الموضوع بقى خطر وممكن يحصل هبوط أرضي وبدأ عمال الإنقاذ يحفروا يدوين عشان ما يحصلش كرسة جديدة المشهد الأخير في قصة الطفل رايان هو أهم مشهد في الحكاية كلها وهو مشهد خروجه ووفيته بعد خمس دقائق بس أهلا بكم مشاهدين في متابعة لحادثة الطفل المغربي رايان ووقوعي في البئر بعد خمسة أيام من خروجه هذا بيان رسمي مغربي يعلن وفاة الطفل رايان وأيضا الدوان الملكي المغربي يعلن أو يؤكد الوفاة ويعزي ذويه المشهد كان صعب جدا على كل الناس وخصوصا أن الناس كلها في كل الوطن العربي كانوا قاعدين بيتابعوا القصة لدرجة أن حرفيا كان فيه ناس بتنام وتسحى تسأل أهلها هو رايان خرج ولا لا الجانب الإيجابي في قصة رايان أن رايان وحد كل الوطن العربي وكأن رايان في الكامي يوم اللي فاتوا دول كان عايز يقول لكل الوطن العربي افتكروا أنكم واحد وده فعلا اللي قدر رايان أنه يعمله يمكن ما شفناش الوطن العربي مجتمع كله حرفيا حوالين حاجة زي الموقف ده قبل كده في النهاية ما قدرش أقول غير ربنا يرحم رايان ويصبر أهله وياريت نفضل كلنا كوطن عربي مجتمعين زي ما كنا في قصة رايان ترجمة نانسي قنقر